السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المعرض الأول لتكنولوجيا التحويل وإحلال المركبات للطاقة النظيفة السفير بسام راضي متحدث الرئاسة قال المعرض بيشهد مبادرة لتحويل العربيات إنها تشتغل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة والمعرض بيستهدف تقديم برامج تمويل لتحويل العربيات والتوقاية بفوائد الخطوة دي اقتصاديا وبيئيا الرئيس السيسي تفقت قاعة المعرض الحكومية والخاصة والعالمية وتبقى لتوجيهات الرئيس تم تخصيص جناح كامل للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع الراغبين في تحويل عربياتهم من بنزين لغاز الرئيس في يوليو 2020 كان طلب من وزير المالية تقديم قروض صفرية للمصريين تشجعهم للتحول وإحلال عربياتهم تعالوا نشوف في إحلال المركبات المتقدمة يعني المبادرات اللي معمولة دي مش بتمس فقط الطبقات اللي هي محدودة الدخل لا احنا قلنا نتجاوز شوية ونخلينا نتكلم على طبقات يعني في أول سلم الطبقة المتوسطة عنده عربية بقالها 25 سنة بتكلفه مصاريف كتير سواء في إصلاحها أو في الوقود اللي موجود فيها بنقوله حنقدر نساعدك حنساعدك بأنك أنت تاخد قرد بأقل تكلفة ما أمكن بس خلي بالك يا ريت العربية دية تكون مجهزة بالغاز لأن ده بيوفر لك نصف تكاليف الوقود نصف تكاليف الوقود اللي انت بتستخدمها لو بتاخد وقود في السنة برقم هذا الرقم بيتم تخفيضه لخمسين في المية كلام دي انطبق على أي عربية ممكن بتشتغل بالبنزين طبعا ممكن تشتغل سواء كان ميكروباس أو عربية ملاكي أو عربية تاكسي المفروض دي احنا كدولة عشان نقدر نجح في المبادرات دية وكلامه الأرقام اللي تقالت مستهدفينها ان احنا في خلال سنوات قليلة نقدر نوصل لكده احنا لازم انا ده اللي بطلوبه من الحكومة وبطلوبه من البنوك لا انا بقول ان فايدة منخفضة مش هتبقى كفاية فايدة منخفضة يعني انت بتكلموا على ان المليون مركبة يتحولوا من بنزين لغاز يتكلفوا تونية مليار جنيه مش كده المليون عربية يتكلفوا من تحولهم من بنزيم لغاز لتميليار جنيه يعني انا التميليار جنيه دول الدكتور محمل الدكتور معييت انت بتخاف على الفلوس قوي بتخاف على الفلوس قوي بصراحة المليون عربية يتحولوا من بنزيم لغاز نظري بتميليار جنيه اذا كنتوا عايزين لناس تيجي معاكم لازم تبذولوا اكتر من كده أكتر من كده طب تقولي يعني يعني ممكن إذا كانت هي بتغطي تمنها تمن الفرق اللي اتنين دول في سنة طب ادي له فايدة ليه طب ما فايدة سفرية لو أمكن لبرامج محددة أنا النهاردة أتصور مع وزارة الداخلية وهي بترخص العربيات لما نيجي نقول إن إحنا لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز ده من حقنا كدولة إن إحنا نعمل كده من حقنا كدولة نعمل كده بتنظم شؤون حياة شعبها وبتخلي بالها من شعبها ومن إنفاقه فنقول لا اعتبارا من كده العربيات البنزيم سيتم ترخصها أنا بتكلم من كل حاجات دي كونوا تكلمناها في الجلسات المغلقة بتاعتنا لكن أنا بوصلها للناس الإجراء ده أنا حعمله إن أنا حاجة أقول إن عربيات البنزيم الجديدة لن ترخص إلا بالغاز من حقنا كدولة إن إحنا ننظم لشعبنا ونوفر له ونحافظ على البيئة بتاعتنا وكمان المواد اللي موجودة ومتوفرة عندنا تستخدم فأنا بس هتكلم على التكلفة اللي أنتم ده هو إحنا نقدر نعمل نظريا أو عمليا بقى مليون عربية في سنة في اتنين في ثلاثة لا صعب طب 8 مليار جنيه دول اللي ممكن نستخدم على كم سنة ما تحطوهم دعم يا دكتور مصطفى ما تحطوهم يا فندم دعم دعم ما لك يا دكتور محمد اتخضيت لا خلوكو قلبكو جامد وساعدوا الناس شكرا